السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم نوه سليمان من قناة اكلت بيتي النهاردة هنعمل مع بعض فتة البدنجان نشوف الخطوات بتاعتها وان شاء الله تعجبك بس يلا قبل ما ابدأ واشتغل وتمشي وتنسيني يلا اشتركي في القناة وفعلي الجرس وعملي لايك يلا ندأ بسم الله معانا هنا عيش انا جايبا العيش هنا الشامي الابيض انتو ممكن بتعمليها باي عيش بس يفضل العيش دوت لان في الاستخدام بيبقى طعمه حل هبدأ هنا اقص العيش بالشكل دوت وعايزة كمان افصل الطبقات عن بعضها يعني الوش عن الظهر زي ما انت شايفة كده فتحت العيش عن بعضه لان بعد ما قصيته بالشكل ده انا هنا حقلي العيش انت العيش ممكن متقلهوش ممكن تحطيه في الفرن ويتحمص بس بصراحة لما بيتقلف الزيت بيكون طعمه احلى وقلز طلعت هنا العيش بسي وصل للدرجة ديت وبطلعه في مصفى مش على منادين علشان ما يطراش معينا هنا بدنجان مهم جدا ان اختيارك للمدينجان يكون فرش ان يكون طازة ما يكونش البدنجانة دابلانة علشان تديك طعم حلو وفي نفس الوقت ما تشربش زيت يكون فيه لمعة كده البدنجان كل ما كانت البدنجانة السودة وفيها لمعة بيكون طعمها حلو ما بيكونش فيها بزر كتير انا هنا قشرط البدنجان وهبدأ اقطعه هبدأ اقطع مكعبات بعد ما قطعت البدنجان بجيب مصفى وبحط عليه شوية ملح ضروري الخطوة ديته علشان مش عايزاي يشرب زيت تحطيه في مصفى وعليه ملح سيبيه شوية ينزل المياه بتاعته وبعد كده ببدأ اقليف الزيت وهتطلعه هو كمان على مصفى زي ما انت شايفة البدنجان انا حطاه في مصفى مش على مناديل عشان يصفي الزيت اللي فيه هبدأ اعمل الصلصة التماطم الاكلة دي ما تنفعش غير بالزيت الزيت عايزي خالص يعني ما تنفعش استخدم فيه عسامنا حطيتي هنا شوية زيت هستنى الزيت يسخن بس شوية كده وهبدأ انزل بالبصلة البصلة مبشورة انا عايزة البصلة تاخد معايا لون دهبي حلوي يعني ما تغمئهاش تمام ايدك فيها وتحركيها علشان ما تتلدعش منك وتغمئ هتوصل معايا للون الدهبي هبدأ انزل بالعصير الطماطم شكل دوت وهو هحط له شوية ملح وشوية فلفل اصمر طبعا الملح حسب الرغبة هسيبها لحد ما تتسبك السلصة دي معايا هجيب البولة اللي هبدأ اقدم فيها او طبق التقديم وبحط توم حط التوم صغيرة مهروسة وزعتر ناشف هبدأ انزل بالعيش مش هحط طبعا اي زيوت تاني لان كفاية كده العيش مقلي والبدنجان مقلي فمش هستخدم زيوت وكمان حطيت كزبارة خضرة وتبدأ التقليب العيش مع الخلطة اللي انا عملتها التوم والزعتر والكزبارة الخضرة وحط هنا طبقة البدنجان بعد العيش توزعي كده البدنجان كزبارة الخضرة كمان بتدي طعم حلو قوي مع الاكلة ديت وزعي كده البدنجان وكنت كمان عاملة حمص شامي سلقية طبعا الحمص بتسليه عادي في مية عادي خالص بس بتهديله النار لانه بياخد سوا تحطي برضا كده حبة حمص وكان عندي لحمة معصجة لو مش موجودة عندك لحمة معصجة او مش متوفرة عندك خلاص ما فيش مشكلة مش اساسية اللحمة المعصجة بس انا كانت عندي حتة في حطتها برضو كده تدعم الاكلة ويبقى هيبقى طعمها كمان حلو قوي مع اللحمة العصاج او طبعا الصلصة عندي هنا اتسبكت ببدأ احط طبقة من الصلصة على الوش بالشكل دوت هي اكلة حلوة وتعتبر كمان من المقبلات هنبدأ نعمل هنا صلصة الزباجي حوالي كبايتين زباجي كبارة او 3 كبايات حسب كمية البدنجان والعيش اللي انت عاملها وحطيت هنا طحينة الطحينة انا مخففها بشوية مياه صغيرين مش حط عليها اي اضافات يعني مش محتاجة تحطي طوم ولا حاجة عليها لان احنا حطين طوم مع العيش تبدأ يتقلب الزباجي مع الطحينة لو محتاجة رشة ملح صغيرة ممكن تحطي رشة ملح ورشة كامون مع الزباجي والطحينة وتبدأت حطي على الوش كده الزباجي تزقيها كده كلها بالزباجي والطحينة مع بعض طبعا الزباجي بتديها طعم حلو قوي وهنا زي انت انا بالعيش شوية عيش عندي من اللي انا كنت قلياء وكمان كصبارة وشوية حمص على الوش زي ما انت شايف الطبق بقى الشيكله جميل جدا ويفتح النفس هنبدأ كده بقى نغرف الطبق زي ما انت شايف بالطريقة ديات يا ربي يكون الفيديو عجبك لو عجبك الفيديو يلا اشترك في القناة وفعلي الجرس وعملي لايك